اشتركوا في القناة كان خلق بالقرآن فأصلي وأسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آل بيتك وصحبك الأطهار صلاة وسلاما دائمين أتمين ما بزغ صبح وراح نهار ثم أما بعد قلاب الأكارم طالبات الحبيبات نستأنف معكم محاضرات علوم القرآن محاضرتنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون عن تحديدا صورة الحجرات أو تفسير صورة الحجرات سنتناول في هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير التحليلي لصورة الحجرات ثم ننتقل في المحاضرة التي بعدها للتفسير المنضوعي نبدأ على بركة الله بتفسير صورة الحجرات ولنستهل هذه المحاضرة ببعض أو بالحديث عن بعض الأمور الأساسية التي لابد أن نتعرف عليها اسم الصورة التي سنتناولها بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث هي صورة الحجرات مكان نزولها المدينة المنورة عدد آيات صورة الحجرات ثمانية عشر آية سبب تسمية صورة الحجرات بهذا الاسم أن بسبب منادات أجلاف العرب للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات الخاصة بأمهات المؤمنين فكان هذا السبب التسمية الأساسي لهذه الصورة المباركة طبعا هذه الصورة المباركة تناولت جملة من الأدام وجملة من الأخلاق وجملة من الأحكام التي يرقى بها الإنسان المسلم إلى أسمى درجات حسن الخلق والتي إن التزمنا بها وإن فعلاً سرنا فيها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي القرآن كنا بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى رفقاء النبي في الجنة سنتناول الآن بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عن أسباب نزول بعض الآيات في سورة الحجرات بالنسبة للآية الأولى وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم من بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبب نزول هذه الآية نزلت تحديداً في ثابت ابن قيس ابن شماز طبعاً كان هذا الصحابي المبارك كان جهوري صوت فعندما يجلس المجال السنبي يرتفع صوته فنزلت هذه الآيات لتعتبر بمثابة عظم وعبرة وتأديم للصحابة وتنويه لهم بضرورة عدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزلت بعدها الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون نزلت هذه الآية في جفاة بني تمين حينما كانوا يقفون خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد أخرج إلينا فهذا ليس من الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بهذا الخلق قرآناً من الله سبحانه وتعالى يعلم الناس ضرورة التأدب حين منادات النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة عدم المنادى بهذه الطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما لابد من خصب الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مناداته من وراء الحجرات ثم ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن أصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم هادمين هذه الآية نزلت تحديداً في الصحابي الوليد ابن عقبة ابن أبي معيد عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الحارف ليجمع أو يأتي بالزكاة من عند الحارف عندما ذهب ليأخذ الزكاة من الحارف وإذا به يخاف في الطريق خاف فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى النبي أين الزكاة؟ أين الزكاة يا عقبة؟ أو يا وليد؟ فقال لقد من عن الحارف الزكاة وأراد أن يقتلني هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثاً أو وفداً من المسلمين إلى الحارف حتى يعني يوقفه عند حده عندما ذهب هذا الجمع من الصحابة وإذا بالحارف كان في نفس الوقت قد قال عليه الانتظار في انتظار رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي ليأخذ منهم الزكاة فعندما استطول هذا الحارف رسول رسول الله أراد أن يذهب إلى الرسول ليعطيه الزكاة وإذا به يقابل هذا الجمع من المسلمين الذين سألوه لماذا لم تعطي رسولنا الزكاة وهل فعلاً كنت تريد قتل رسولنا على أنه بذلك قد ارتد عن الإسلام فقال والله لم أره ولم يطلب من الزكاة ولم أمنع الزكاة ففي ذلك وبهذا نزل الآيات التي تحصنا على ضرورة التثبت من الأخبار بقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أيضاً في قوله تعالى عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين سبب نزول هذه الآية هو تطاول أنه كان عبد الله بن أبي سلون كان جالساً مع الصحابة وإذا به يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفز ذلك الصحابة وغاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح بينهم ضرب بالنعال وضرب بالجريد فنزلت هذه الآيات المباركات كقاعدة أساسية تؤكد على مبدأ الأخوة بين المسلمين وضرورة الصلح في حال في حال الاقتتال نأتي الآن إلى قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فنزلت هذه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ثم نزلت وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وهذه الآية تحديداً نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين عندما عيروا أم سلمة بقصرها فنزلت الآية وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ أيضاً في قوله تعالى وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِأْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ نزلت هذه الآية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن الناس يدعو بعضهم بعضاً بلقبه كأن يقول يا أعرج يا أكتع يا أحول يا كذا فقيل له إنهم يكرهون ذلك قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس يكرهون أن يلقبوا بهذه الألقاب التي تطلق عليهم فأنزل الله في ذلك قرآناً كريماً يدعو إلى حرمة التناوز بالألقاب ثم الآية التي تليها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبب نزول هذه الآية أن قوماً من المسلمين عيروا بلالاً عندما صعد على ظهر الكعبة لكي يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عباد الله أما ترون هذا الأسود قد صعد في ظهر الكعبة يؤذن لنا فنزلت هذه الآيات لكي تقول للمسلمين لابد من الحرص في الأقوال وعدم التناوز في الألقاب ولا بد لكل إنسان مؤمن أن يحترم أخيه المؤمن وأكثر من ذلك أن يحترم أخيه الإنسان ولا يعيره بأمر من الأمور التي لا يجوز له أن يعيره بها كسواده وأصله ونسبه وجماله وشكله وما إلى ذلك فهذا أدب قرآني يجب أن يتحل به كل إنسان مسلم الآية التي بعدها قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سبب نزول هذه الآية أن وفدا من الأعراب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستعرضون إسلامهم بل أكثر من ذلك أنهم كانوا يمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فكانوا يقولون جئناك بالأنفال والعيال بدون قتال كشكل من أشكال المنة فجاء الرد القرآني قالت الأعراب آمنا طبعا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني يحق لكم أن تقولوا آمنا نقف الآن عند هذه الصورة المباركة كشرح سريع لمجمل الكلمات التي قد تشكل عليك عزيزي وعزيزة الطالبة عزيزة الطالبة عزيزة الطالبة لكي نقف عندها قليلا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا أي لا تقطعوا أمرا لا تقطعوا أمرا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم معنى أن تحبط أعمالكم أي كي لا تطل أعمالكم أو يذهب ثواب أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم معنى يغضون أصواتهم أي يخصدون أصواتهم لدرجة أن بعض الصحابة كانوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتهامسون خشية أن يدخلوا في هذه الآية أو الآية التي قبلها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمعنى إن الذين يغضون أي إن الذين يخصدون أصواتهم سيكونوا صوتهم دون صوت النبي عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هؤلاء الناس الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى معنى أن الله امتحن قلوبهم للتقوى أي أن الله اختبر قلوبهم وصفاها ونقاها فجعلها مليئة بالتقوى لهم مغفرة جزاء هذه التقوى وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات معنى كلمة الحجرات كما قلنا من البداية وهي سبب تسمية أصل نسطورة الحجرات هي هذه الحجرات التي كانت تسكنها أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أي بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نازمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم معنى هنا لعنتم أي لهلكتم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاعكم حسب رغباتكم وحسب أهوائكم وحسب آرائكم في كثير من الأمور ربما وقعتم في الهلاك ووقعتم في المشقة ووقعتم في الزل ولذلك لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وهذا من أنطاف الله بنا أن الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرع إلينا الكفر والفسوق والعسيان فأصبحت بذلك هذه الطاعات قريبة إلى قلوبنا محببة إلى نفوسنا تتوق إليها أنفسنا ولا تزدريها أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فعلا كون الله سبحانه وتعالى أوجد في نفوسنا وفي قلوبنا حب الإيمان وبغض إلى قلوبنا الفجر والفسوق والكفر والعسيان هذا من تمام نعمة الله علينا حتى يعين على طاعته سبحانه وتعالى ففضلا هذا فضل من الله ونعمة علينا بفضله ومنه وكرمه والله عليم بما نحن نتوق إليه وعليم بطاقاتنا وعليم بإمكانياتنا وهو حكيم عندما أمرنا بما أمرنا به وحكيم عندما أعاننا على ما أعاننا عليه لأنه ربما لو تركنا إلى أهوائنا وإلى شهواتنا وإلى أنفسنا ما استطعنا أن نلتزم بما جاءنا به نأتي الآن إلى من أجمل الأصول القرآنية التي تتحدث عن الصفة موجودة يعني هي عارضة على المؤمنين لكنها قد تكون موجودة وقد لابد من التعامل معها في هذه الحالة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت ما معنى بغت؟ بغت فإن تجاوزت الحد فإن طغت فإن بغت إحداهما على الأخرى تجاوزت حدها ولم ترك إلى الصلح فقاتلوا التي تبني هذه الفئة لابد أن نقاتلها حتى تفي إلى أمر الله معنى أن تفي إلى أمر الله أي ترجع إلى أمر الله بالصلح فإن فاءت فإذا وجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا معنى أقصطوا أي اعدلوا بينهم إن الله يحب المقصطين أي إن الله يحب العادلين في الحكم إنما المؤمنون إخوة سبحان الله هنا يرسخ الله سبحانه وتعالى بالرغم الموجود من إمكانية وحتمية أن يكون هناك قتال بين المؤمنين لكنه رجع ليرسخ لنا قاعدة عميقة وهي أصل من الأصول أنه حتى في حال وجود الخلاف وفي حال وجود القتال بين المسلمين لكن هذا لا ينفي عنهم الإيمان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ودقوا الله فعلكم ترحمون يا أيها الآن نحن في بصدد الحديث عن جملة من الآداب والأخلاق التي تسمو بالنفس إلى معارج السماء قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر أي لا يهزأ قوم أو لا ينتقص لا يسخر لا ينتقص ولا يهزأ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاء معنى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيروا أنفسكم لا تلمزوا أنفسكم وكلمة أنفسكم هنا بمناسبة عندما قالها يريد بذلك أن نشير أن الإنسان الذي يلمز أخيه المسلم أو ينتقص منه كأنما انتقص من نفسه لأنه في البداية قال إنما المؤمنون إخوة بما أننا الإخوة بما أننا الإخوة إذن ما ينتقص من أخيه هو نقصان فيه وهو نقصان لي ولذلك ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاء معنى هنا التنابز بالألقاء اللي هي أن يعطي الإنسان لقبا لأخيه المسلم لقبا مما يكره بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن الظن هو أن يتخيل الإنسان أو أن يفكر الإنسان في شيء على غير حقيقته فلابد من الإنسان هذه دعوة للإنسان المسلم بأن يحسن الظن في أخيه المسلم وفي الأمور كلها ولذلك اجتنبوا كثيرا من الظن إذا الإنسان اجتنب كثيرا من الظن فبالأولى أن يجتنب قليل الظن إن بعض الظن بإسمه ولا تجسسه معنى التجسس وتتبع العوراء ولا تجسسه لا يجوز للإنسان المسلم أن يتتبع عورة أخيه المسلم ويستقصي أخباره ولا يتجسسه ولا يغتب بعضكم بعض حرمة الغيبة وليكرهنا أكثر في موضوع الغيبة ولينفرنا أكثر أراد أن يضرب صورة من أشنع صور من أشنع الصور البديعية الموجودة في القرآن الكريم في ضربه لهذا المثل عندما قال أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الفطر البشرية والنفس السوية لا يمكن أن تتقبل أن تأكل لحم الميتا من غير أخيه فكيف لو كان لحم أخيه ولذلك قال فكرهتموه إذن النفس البشرية يصعب عليها تصور هذا الأمر فكيف بفعلها ولذلك لا يجوز الإنسان المسلم أن يجعل من أخيه المسلم وليمة وليمة له يأكل منها ما يشتهي وقت ما يشتهي مع من يشتهي لكي يحقق مآربه ولكي يحقق رغباته من هذا الإنسان واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الآية ترسخ مبدئي من فتاح على العالم وضرورة التواصل مع كل الألوان والأجنات والحضارات والثقافات لكن في النهاية أيضا يؤكد الإسلام على أنه وبالاختلاق مع جميع أولئي الناس والأجنات والقوائف والأعراق وحتى الديانات إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربما نرى شعبا من الشعوب يفوقنا حضارةً أو يفوقنا جمالاً أو يفوقنا مالاً أو يفوقنا تطوراً حضارياً طناعياً تجارياً لكن في النهاية المعيار الأساسي للإنسان المسلم في ميزان أنا لا يهمني ميزان البشر أنا يهمني الميزان الأساسي الذي سينصب سينصب في الآن في الدنيا وسينصب يوم القيام لكي أعرف دلاجتي عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير ربنا يعلم من هو الأتقى وربنا هو الخبير لهذه الشعوب وهذه القبائل وهذه الجموع من الناس فهو عليم وخبير بها نأتي الآن لذكر الأعراب الذين قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنوا عليه ومنوا عليه بالأنثال والعير وقالوا بأننا ما قتلناك كما قتلك غيرنا وإنما جئناك على طبق من ذهب ومعنى الأموال ومعنى العيال ومعنى الأنثال كشكل من أشكال المن على رسول الله قالت الأعراب آمنا ومن معنى الإيمان هنا إنه هو استقرار الإيمان في القلب استقرار ليس الإيمان باللفظ وإنما استقرار الإيمان الحقيقي واليقين في القلب قل لم تؤمنوا أي لم يتغلغل الإيمان اليقين في قلوبكم وبناء على ذلك أراد القرآن الكريم أن يضعهم في نصابهم الصحيح وأن يضعهم في مكانهم الذي لا بد أن يكونوا في خشية أن يروا أنفسهم في مكانة مختلفة فجعلتهم ينسوا قدرهم وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما منوا عليهم بدخولهم الإسلام قال وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا يعني عندما يدخل الإيمان ونستقر فعلا حقيقة يقينيا في قلوبكم قولوا آمن قولوا آمن وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هذه كانت فيصل هذه كانت ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا يعني وصلوا لمرتبة الإيمان اليقين بالله وبرسوله وأيضا قدموا قدموا لله وقدموا للرسول وقدموا للدعوة الإسلامية أموالهم وأنفسهم في سبيل الله إذن هذه ضريبة طبيعية لأي إنسان يريد أن يدخل دين الله سبحانه وتعالى فهو عربون صدق مع الله سبحانه وتعالى وعربون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الصادقون الذين قدموا هذا العربون الإيمان بالله وبرسوله ولم يرتابوا ولم يشكوا ثم بعد ذلك جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هؤلاء فعلا صادقون قل أتعلمون الله بدينكم معنى قوله قل أتعلمون يعني هل أنتم من سيقول لله ما هو دينكم وما هو درجتكم فعلا في دين الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لست أنت من تقول من أنت الله يعلم من أنت الله يعلم حجمك الحقيقي ودرجتك الحقيقية في الإيمان أو في الإسلام يمنون عليك أن أسلموا يا محمد لما معناه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم لا تعيروني بإسلامكم ولا تجعلوه منة وفضلا منكم عليك لماذا؟ بل الله يمنون عليكم أن هداكم للإيمان المنة الحقيقية كانت من الله سبحانه وتعالى حينما تفضل عليكم ويجعلكم من عباده المؤمنين إن كنتم صادقين أيضا ركز هنا على شرط الصدق في الإيمان حتى يصل لمرتبة آمنا وليس أسلم إن الله يعلم ويرسخ أيضا قضية مهمة جدا لكي يعرف الإنسان حقيقة نفسه ولكي يرجع الإنسان ويضع فعلا مصيره وحياته وفكره ويقينه بين يدي الله سبحانه وتعالى ليعلم هذا الإنسان الضعيف وليعلم هذا الإنسان البسيط أنه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الإيمان ومهما بلغ من الإحسان لكن فوق كل ذي علم عليم فإن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون هذه كانت مجرد موجز بسيط جدا شرح مبسط لصورة الحجرات لننطلق بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى لننثر دررا لهذه الصورة كل درة أجمل من أختها سنجد أن هذا العقد الجميل الذي عبارة كل لؤلؤة فيه يعني تزداد جمالا باللؤلؤة التي بعدها لكي يكتمل هذا العقد لجب أن نقف عنده لؤلؤة لؤلؤة وفائدة فائدة لكي فعلا نستطيع أن نصل إلى فهم حقيقي لمرامي صورة الحجرات نبدأ بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علي نأتي إلى الفائدة الأولى من هذه الآية الآية هذه فيها منع أو فيها أصل من الأصول وهو ضروري ترك التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم لا في أقواله ولا في أفعاله وأيضا فيها رسالة واضحة لوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة هنا عندما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي عليكم أن لا تقطعوا وأن لا تجزموا أمرا بين يدي الله ورسوله فإن قال الله فإن قلنا قال الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عندما يقول قال الرسول أطعنا يا رسول الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم إذن علامة الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى لأنه بدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذن خطابا خاصا بالمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله إن أردتم أن تكونوا فعلا مؤمنين حق الإيمان إذن لا تقطعوا أمرا بين يدي الله ورسوله دعوكم من التعرض والانتقاد والتعديل على قول لله وللرسول فالله سبحانه وتعالى ومن بعده الرسول أعظم وأشرف وأعلم من أن نعقب أو نعلق أو نستدرك على ما قالوا إن الله سميع لأي إنسان يتقدم بينه ذي الله وعليم بأي فعل يتجرأ فيه الإنسان على التعرض لكلام الله وكلام رسوله هذه الفائدة الأولى نأتي إلى الفائدة الثانية قال بعد عدم أو حرمة التعرض لأخوال النبي وفعاله قال واتقوا الله هذا الأمر يحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ووجود تقواه في السر والعلب بيننا والآن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيننا لكن يجب يجب أن نحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وقاره واحترامه وإجلاله وإن لم يكن بين أظهرنا وإن لم يكن بين أظهرنا فعندما نسمع حديثه نخفض صوتنا عندما تعرض علينا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتأدب بهذه السنة مقرين بصحتها ومقرين بضرورة ووجوب اتباعها أيضا عدم وجوب التقوى لله سبحانه وتعالى في السر والعلن والتقدم يكون بين يدي الله ورسوله ممكن هنا لا تقدم بين يدي الله ورسوله ممكن أن يكون التقدم حسي أو معنوي حسي أو معنوي كما قلنا النبي ليس بين أظهرنا أن أقطع أمرا بين يدي الرسول أو أكذب أمرا وأعلق على أمر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا أرضى بحكم آية في جاءة في القرآن هذا أمر معنوي أما عندما نقول الأمر الحسي والمادي جئنا لنحتكم إلى أمر من أمور الدين فلم نرد ذهبنا إلى العادات والتقاليد وإلى الفرع فهنا هذا فعلا التقدم يكون تقدم حسي وليس فقط تقدما معنويا إذن تقوى الله ووجوب تقوى في السر والعلن يجب أن تكون في كل أحوالنا ليلة ونهارا سرا وجهارا والتقدم هنا ليس فقط ماديا أو حسيا وإنما أيضا معنويا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تربعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ماذا نستفيد من هذه الآية؟ هناك فائدة جميلة جدا كما قلنا لا بد أن نعرف أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا كحرمته حيا كما قلت قبل قليل إن كان لابد علينا من عدم التقدم بين يدي الله ورسوله والنبي الآن ليس بين أظهرنا إذن لا بد أن نعرف أيضا حتى وإن كان النبي ليس بين أظهرنا يجب أن نتأذب ويجب أن نترفع على أن نجهر بالقول أن نرفع أصواتنا في حضرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرمة النبي حيا تحرمته ميتا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا الفائدة الرابعة كما قلت عدم رفع أصواتنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أو ميتا ومنادات النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وبأجمل الألفاظ يا حبيبي يا رسول الله نأتي لنتمم هذه الدرر الجميلة في عقد صورة الحجرات لكي نقف عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فتبين ماذا نستفيد من هذه الآية أو ماذا أراد الله سبحانه وتعالى أما هي الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسلها لنا في هذه الآية هذه الآية تقول أنه من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا الإنسان الذي عرف عليه الكذب وعرف عليه الفسق وعرف عليه الإفتراء في القوم هذا الإنسان مرد قوله بالإجماع ولا يؤخذ من قوله قليلا كان أو كثيرا لا يؤخذ بقوله أيضا هناك فائدة ثانية إمامة الفاسق الراجح فيها أنها تجول لكن لو وجد في بين المسلمين إنسان يستطيع الإمامة ولم يكن فاسقا فهو أولى بالإمامة من هذا الإنسان الفاسق أن يؤتم به غيره من المسلمين أيضا هناك فائدة ثالثة وهي تقول وهذه مسألة خلافية بالمناسبة بين الأصوليين هل يؤخذ بخبر الواحد أم لا يؤخذ بخبر الواحد هذه الآية يستدل بها العلماء على جواد قبول خبر الواحد يعني عندما يأتي حديث من راوين أو إثنان أو ثلاثة لأن خبر الأحاديد ممكن أن يكون مشهور أو عزيز أو غريب يعني يتفرد برواياته أو ثلاثة فمطور أو إثنان أو يتفرد برواياته راوين واحد يطلق على هذه الأنواع من الأحاديد يطلق عليها حاديث أحد فقال بعض العلماء قالوا ترد أحاديث الأحاب ولا يؤخذ بها غير أن الجمهور ومنهم ابن تيمية قال أنه يؤخذ بخبر الواحد حتى لو كان واحدا أو إثنان أو ثلاثة إن ثبت عدله ولم يكن إنسانا فاسقا ولم يكن إنسانا غير عدل نقف الآن عند قوله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ما الفائدة من هذه الآية وما البرقية التي يبعثها لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية هي أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين بمعنى أن هذه الآية وضعت كأصل لكيفية التعامل في حال الاقتتال وفي حال الخلاف بين المسلمين فنجد أن هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين نقتتلوا الأصل أن يكون بينهما صلح من المسلمين فإن بغت إحداهما على الأخرى ما الأصل أن نفعل ما هو الطريقة المثلة للتعامل إذا لم تنصع هذه الطائفة الظالمة فقاتلوا التي تبغي هذه الطائفة الظالمة لا بد أن نردها إلى أمر الله ولا بد أن نردها إلى حكم الله فنقاتلها حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فائد فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المسلمين ثم بعد هذه الآية أراد أن يلقي درة جميلة في منتصف عقب سورة الحجرات ليرسق مبدأ المبادئ الأخوة قال سبحانه وتعالى وهذه الآية لم تأتي هنا عبثا وإنما جاءت لتؤكد حتى وإن اقتتل المسلمون حتى وإن اختلف المسلمون حتى وإن بغى أحدهما على الآخر إلا أنه يبقى الأصل وهو إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة ولذلك هنا فائدة جميلة جدا وهي أن البغي وهو الخروج عن الحق أو الخروج عن الحكم في حالة ما لا يزيل وصف الإيمان لأنه في البداية قال وإن طائفتان من المؤمنين إذا وصفهم بأنهم مؤمنون ولذلك البغي لا يزيل وصف الإيمان يقول عليه عندما سئل عن قتال أهل البغي فألوا أمشركونهم قال لا من الشرك فر إذن في الفتنة التي حصل قال من الشرك فر قيل له فما حالهم ما هو أوصيفهم في الإسلام إذا لم يكونوا مشركين وفعليا أفعالهم تتناقض مع حقيقة المسلمين وآداب المسلمين وأخلاق المسلمين إذن فمنهم قال إخواننا بغوا علينا إذن لم يخرجهم من وصف الأخوة ولم يخرجهم القرآن من وصف الإيمان ولكنهم اقترفوا خطيئة وزلوا فبغوا علينا نأتي الآن لنكمل الطرف الآخر من عقدنا الميمون في سورة الحجرة قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا بنا ما الفائدة المستنبطة من هذه الآية واضحة وهي حرمة السخرية من المسلمين ومن غير المسلم ممن لا تجوز السخرية به الأدب الإسلامي الرفيع لا يلزمنا بالأخلاق فقط مع المسلمين وإنما قاعدة الأخلاق عندنا تتناول المسلم وغير المسلم تتناول المسلم وغير المسلم الحرمة الاستهداء للمسلم وغير المسلم لكونه آدميا ولذلك عندما جاءت جنازة اليهودي فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر فقال الصحابة إنها اليهودي يعني لا يستحق حتى منك الحزن فقال أوليست نفس إذن هو تعامل مع هذه الجنازة على أنه ليس كافرا وإنما تعامل معها على أنها نفس زهقة وضاعة من غير أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى منتهى الشعور بالشفقة على هذه النفس الإنسانية وهذه قمة الرحمة والإنسانية في ديننا ولذلك من الأدب الإسلامي الرفيء عدم السخرية بالإنسان المسلم وغير المسلم ممن لا تجوز السخرية به قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب حرمة التنابز بالألقاب وهو أن يلقي الإنسان لقب على أخيه المؤمن أو غير المؤمن مما يكرهه ومما يستفزه ومما لا يطيقه فيجب هنا على الإنسان أنه واضح ولا تنابز بالألقاب طبعا هنا الألقاب على ثلاثة أقسام قسم يحبه الإنسان وقسم يبغبه الإنسان وقسم غلب عليه الاستعمال أما القسم الأول كأن أنعت الإنسان بقولنا له أنت شقي مثلا أو أنت كذا وصف ما هذا الوصف أو هذا اللقب الذي كان يا شاطر هذا الإنسان إذا كان يحب هذا الوصف فهنا نعته به جالس ولا إشكال فيه كون هذا اللقب محبب إلى نفسه أما القسم الذي على النطيق تماما إذا قلنا بأن هذا الإنسان إذا لقب بلقب ما فإنه يضغضه هنا الحرمة لا يجوز على الإطلاق أن ننعت إنسان أو نلقبه بلقص يكرهه ولا تنابز بالألقاب كأن أقول له يا أحول يا أعرج يا أعمى يا أعمش يا إبن كذا يا عائلة كذا أمك كذا أي لقب يكره الإنسان لا يجوز أبدا ألبت أن يلقب به هذا الإنسان ويدخل في دائرة هذه الآية أو حرمة أنه الموجود في هذه الآية وهي ولا تنابز للألقاب هناك قسم ثالث وهو اللقب الذي غلب على الناس استعماله كأن يكون هناك مثلا بعض الصحابة معروف بأنه الأعمش وبعضهم معروف بأنه الأعرج فهو غلب عليه على الناس استعمال هذا اللقب لهذا الإنسان وهذا الإنسان لا يضر هذا اللقب ولا يستفسه ولا يكره وإنما لا يعرف إلا به عندما يقول ذو اليدين لأنه كان في يديه طول عندما يقول الأعمش الأعرج وهكذا هذه الأوصاف لا يعرف إلا بها فهنا يجوز استعمالها من باب غلبة الاستعمال وأيضا عدم كراهة الشخص لهذا اللقب إذن فيها قيم نأتي أيضا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظلم إن بعض الظلم اسم ولا يتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ما هي الفوائد المستنبقة من هذه الآية فوائد جمع أولا الظن أربعة الظن أربعة منها ظن محبور ومنها ظن مغمور به ومنها ظن مندوب إليه ومنها ظن مباح بالمجمل الظن الأربعة الظن الذي لا يجوز على الإطلاق وهي أن نظن بالله شرا فهنا نحن مأمورين هنا الظن المأمور به أن نظن بالله خيرا أن نظن بالله خيرا والله عند حسن لظن العبد والله عند حسن ظن العبد به فليظن عبدي بي ما شاء كما قال في الحديث القدسي فليظن عبدي بي ما شاء إذن هنا أنا مأمورة أن أحسن الظن بالله ما هو الظن المندوب إليه أن نحسن الظن بالناس يعني حتى وإن كنت أرى أن ظاهر هذا الأمر فيه إشكال وظاهر هذا الأمر فيه نوع من الخبص إلا أنني أنا مأمورة كما قال سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن فأنا هنا المندوب أن أحسن الظن بالناس جميعا الظن المحظور هو أن نظن بالناس شرا وإن ظهر أو غلب عليهم الصلاح وغلب عليهم الخير وغلب عليهم الدين والتقوى وأيضا الظن المحظور أن نظن بالله شرا وبذلك نكون هناك أفضل ليس على درب واحد إنما على أربعة درو أيضا قال ولا تجسسوا هنا حرمك التجسس وتتبع عورات المسلمين وغير المسلمين لأنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورتك ولئن تتبع الله عورتك فما الذي سيحفظك وما الذي سيحميك ولذلك الأصل في الإنسان المؤمن أن يتبع عورات المسلمين وأن يصب تركيزه ويصب جل اهتمامه بالبحث في عيوب نفسه ومحاولة إصلاحه ولا يركز مع الناس لأنه في النهاية هذا التركيز وهذا التجسس وهذا التحسس فيه الأمور التي لا تخص الإنسان ليس من ورائها إلا القصران المبين هذه الآية أيضا جاء فيها نهي ثالث قال وَلَا يَنْتَبَعُهُكُمْ بَعْضًا فهي حرمة الغيبة في من لا تجوز غيبتهم ولكن طيب عندما نقول لا تجوز غيبتهم هل هناك من يجوز غيبتهم؟ أكيد من الناس الذين تجوز غيبتهم الفاسق المجاهر بفسقه هناك إنسانا راقصة هذه الإنسانة لنا عدتها بأنها راقصة أو فاجرة أو إلى آخر فأنا هنا لا أغتابها لأنها جاهرة بفسقها جاهرة بفجرها ولذلك الكلام فيه ليس غيبا أيضاً للمظلوم لمن ظلمه عندما يذهب إنسان مظلوم يريد أن يأخذ حقه ممن ظلمه قد يذهب إلى فلان ليحتكم عنده فيقول هذه المظلمة ويقول عن من ظلمه ما فعله به فهذا ليس من ذلك الغيبة في من ظلمه أيضاً المعرف المعرف أنا الآن مثلاً في موضوع الخطبة عندما أريد أن أخطب لفلان لا إلى ابني لأخي ما إلى ذلك عندما أذهب وأقول لإنسان ما أريد منك أن تعرفني على بيت فلان هل من اللائق أن نذهب إليهم هل يصلحوا لابننا هل ما رأيك فيهم هنا قد يقول فيهم كلاماً ليس جميلاً كأن يقول مثلاً هم بخلاء صليطوا اللسان هذه الكلمات كلها تأتي من باب الغيبة لكن إذا كانت من باب التعريف بهؤلاء الناس وحقيقة هؤلاء الناس نحن مع الأدب الإسلامي الذي قال إذا استنصحك فانصح له أنا الآن طلب منه أن يعرفني بحقيقة هؤلاء الناس ليس من باب البذخ في المعرفة وليس من باب الفضول وإنما أريد أن أعرف لموضوع جلد موضوع حطبة موضوع زواج موضوع وظيفة موضوع إلى آخره هل يصلح هذا الإنسان لهذا المكان هل هو مؤتماً في هذا المكان هل من وجهة نظرك يليق بهذا المكان قد يقول في هذا الإنسان كلاماً ليس جميلاً لكنه من باب التعريف بحقيقة هذا الشرق فهو لا يدخل في باب الغيبة وإنما يدخل في باب التعريف ليس إلا ولا يكون التعريف إلا على قدر الحاجة فعندما أطلب أنا حقيقة هذا الإنسان ليس شرطاً أن تأتيني بحقيقة كل القبيلة وعماته وخالاته وأبنائه وكذا وإنما يكون التعريف بحسب الحاجة المؤتمن أيضاً إذا الإنسان المؤتمن إذا سئل أيضاً عن الإنسان ما وكذا وقال فيه ما ليس فيه وقال فيه ما فيه فهو بذلك لا يدخل في الغيبة والمحذر كذلك ممكن أن يأتي الإنسان ويحذرني من الإنسان في الصحبة مثلاً فلان لا تجعله صاحب ابنك لماذا؟ لأنه سيء الخلق كثير السبب كثير اللعن كثير كذا فهو جاءني من باب التحذير وليس من باب الحديث الفضول وليس من باب الحديث في أعراض الناس وإنما من باب التحذير وهنا لا يعتبر الحديث في هذا الشخص غيبة وإنما يعتبر تحذيراً شرعياً لا أكثر ولا أقل أيضاً والمستفتي عندما يذهب إنسان مثلاً حصلت قضية خصام بين رجل وإمرأة وهذا الخصام أدى إلى ضرورة أن نستفتي مفتي في فعل هذا الرجل أو فعل هذه المرأة قد يتطرق هذا المستفتي للمفتي بذكر بعض الأمور هذه المرأة غير مظيفة هذه المرأة لا تعطيني حقي هذه المرأة كذا هذه الخصالة السيئة التي ذكرها في زوجته أو كأن تقول من باب الإنصاف أن تقول للمرأة زوجي بخيل زوجي صليت اللسان زوجي لا يعشب بالمعروف زوجي زوجي هذا الأمر هنا كشف هذه العورات والحديث في أخلاق أولئك الناس ليس من باب الغيبة والنمي الغيبة إذا كان من باب الاستفتاء ومعرفة الحلال من الحرام نقف الآن عند قصة الأعراب عندما قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلبنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هنا فائدة جليلة جدا يجب أن نقف عندها ونعرف هنا أمر مهم جدا الآن عندما قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا إذا وصفوا نفسهم بأنهم مؤمنون رد عليهم القرآن قال ولكن قلوا أسلمنا إذا وصف الإيمان ليس من شأنكم وإنما حقيقتكم ودرجتكم الحقيقية في ميدان الإسلام أنكم مسلمون وليسوا بمؤمنين فهنا هذه الآية وقف عندها كثير من العلماء وقالوا هل الإسلام هنا بمعنى الإيمان هل الإيمان أخص من الإسلام هل الإيمان أعم هل الإسلام والإيمان بينهم ترادف هل الإسلام هنا انتفاء الإسلام أو انتفاء الإيمان يخرجهم عن الملة ويجعلهم في دائرة مثلا المنافقين أو الكفرة سنة الفائدة الأولى الإيمان هنا من هذه الآية يعتبر الإيمان دائرة أخص وأرقى وأعلى وأسمى من الإسلام كما عند أهل السنة والجماعة أيضاً لو جئنا هل الإسلام بمعنى الإيمان طبعاً اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال أن الإسلام والإيمان مترادفاً الإسلام والإيمان مترادفاً ما الدليل على أنهم مترادفاً قالوا قال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين المستثنى منه والمستثنى المفروض أن يكونوا من نفس الجد نحن نقول أخرجنا أخرجنا الأشياء من القاعة إلا شيئاً واحداً أو خرجت الطالبات من القاعة إلا هند فهي هند من نفس جنس الطالبات المستثنى منه ولذلك قالوا عندما قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قالوا هنا الإسلام والإيمان بمعنى واحد قالوا بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد بينما بعض العلماء قالوا أن الإسلام يطلق على العبادات الظاهرة والإيمان يطلق على العبادات الباطمة فلو عرّفنا الإسلام وقلنا أن الإسلام هو الإسلام لله سبحانه وتعالى ظاهرا ولذلك في أركان الإسلام سنجد أنه قال هو أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجي البيت كلها عبادات ظاهرية ولذلك حصر الإسلام في العبادات الظاهرية ناتي لا تعرف الإيمان وما وقر في القلب وصدقه النسان وعملت به الجوارح والأركان الآن قالوا بأن الإيمان عندما يطلق لو جئنا لأركان الإيمان حتى يكون الإنسان مؤمنا وليس مسلما قالوا هو أن تؤمن بالله إيمان في القلب وملائكته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذن هو الإيمان بهذه الأمور إيمانا يقينيا في القلب إيمانا لا ريب ولا شك فيه إذن هو العبادات باطنية عبادات باطنة في القلب لا تتجاوز القلب وإن كانت تخرج بجوارحنا إلى عبادات ظاهرة لكن قالوا عندما يطلق الإسلام يقصد به العبادات الظاهرة وعندما يقصد الإيمان يقصد به العبادات الظاهرة ومن العلماء من قال الأمر ليس كذلك وإنما وهو الرأي الراجح في المسألة إن تطرقنا إليها فيما بعد لكننا سنصبق قالوا الرأي الراجح في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام إن اجتمعاه افترقا وإن افترقا اجتمعا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا وجدت في الآية الواحدة لفظ الإسلام فهي تطلق على الإسلام والإيمان أو لفظ الإيمان وحده فهو تطلق على الإسلام والإيمان أو المسلمين والؤمنين لكن إن ذكر في الآية الواحدة لفظ الإسلام والإيمان فيكون بكل واحدة منهم معنى خاصا به ولذلك قالوا إن اجتمعا أي إذا جاء لفظ الإسلام والإيمان في مكان واحد أو في آية واحدة في موضع واحد لا يمكن أن أتي عبثا وإنما يكون الله سبحانه وتعالى يريد بكلمة الإسلام معنا وبكلمة الإيمان معنا آخر ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآن وصف ماذا وصف الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم عبادة باطنة وليست ظاهرة إذن تتفق مع وصف الإيمان إنما المؤمنون وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زيادة الإيمان تكون بالقلب وعلى ربهم يتوكلون زيادة التوكل على الله عبادة قلبياً في القلب وعلى ربهم يتوكلون نكمل الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآن تطرق إلى وصفين أو عبادتين الأصل فيهم أنهم عبادات ظاهرة اللي هي قضية الصلاة وقضية الإنفاق لماذا ختم؟ قال أولئك هم المؤمنون حقاً أولئك هم المؤمنون حقاً أقصد هنا أن وصف الإيمان هنا تناول الإسلام والإيمان بدليل وجود العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة بدليل وجود العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة من كل هذا التوضيح أريد فقط أن أقول لكم أن الإيمان والإسلام إذا اجتبعا في موضع واحد وفي مكان واحد يفترقان في المعنى يكون للفظ الإسلام معنى وللفظ الإيمان معنى لكن إن افترقا بمعنى إن وجد لفظ الإسلام وحده في آية فهو يقصد به الإسلام ويقصد به الإيمان فنجد تحته العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة وإن جاء وصف الإيمان وحده أطلق أيضاً كما في الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجل قلوبهم تطلق على العبادات الظاهرة وعلى العبادات الباطنة أي تتناول في عمقها معنى الإسلام والإيمان الخلاصة الراجح عند العلماء أن الإسلام والإيمان إن اجتمعا فترقا وإن افترقا اجتمعا نرجع الآن إلى هذه الآية الكريمة وإلى هذه الضرر السنية قالت الأعراض آمنا قل لم تؤمن ولكن قوي وأسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك من اللطائف والحوائد الجميلة في هذه الآية أن هؤلاء الأعراض ليسوا بمنافقين على رأي بعض العلماء قالوا ليسوا بمنافقين ولو كانوا منافقين لفضحهم الله كما فضح غيرهم من المنافقين طلابي الأماجر طالبات الأكارم والكريمات بعد هذا العرض الجميل لتفسير التحليل لصورة الحجرات نتمنى على الله سبحانه وتعالى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الضرر السنية وهذه اللطائف الجميلة قد لمست شغاف قلوبكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤذبنا بأدب القرآن وأن يعلمنا منهما جهنة ويذكرنا منهما نسينا وينفعنا بما علمنا ويرفعنا به ويرزقنا تلاوت هذا الكتاب العظيم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر